والشي الأحلى الآن لما نيجي ونغير مقاسات الغرفة بتكون تتغير معنى الأرقام مباشرة لأنها أكيد بتكون ريفلكشن للمقاسات الحقيقية السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يارب تكونوا في أفضل حال الفيديو اليوم نتعلم معلومة جديدة في برنامج الرفة المعماري هي طريقة إنشاء علامة مخصصة للغرف أو custom room tag ونضيف فيها الأبعاد أو dimension كطول وعرض الغرفة length والwidth الdefault room tags المتوفرة في المتركة architecture template بتعطي المعلومات التالية إما اسمه رقم الغرفة أو اسمه رقمه مساحة أو اسمه رقمه مساحة وحجم فهذا الـ three tags المتوفرة في الdefault template لكن بهذا الدرس بنتعلم كيف نضيف الـ dimensions على الroom tag فقط وفي فيديو قادم إن شاء الله بنتعلم كيف نضيف التشطيبات كالـ base والـ wall والـ floor والـ ceiling للـ room tag وبنتعلم كيف نتحكم فيها من الـ finish schedule أو من الـ properties فلو تهمك هذه المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة وقبل لا نبدأ الفيديو أحب أقولك أني حطيت لك فيه الوصف رابط من خلاله تقدر تحمل مجاناً الـ custom room tag اللي بننشئها في هذا الفيديو لو ما فيك حالة تسويها بنفسك أمل أعلى خلونا ننتقل للـ revert ونبدأ الفيديو قبل نبدأ بإنشاء الـ custom room tag خلونا في البداية نتكلم عن الأساسيات الـ room والـ tag room في revert عشان يكون عندنا أساس قوي نبني عليه باقي المعلومات لكن لو أنت عندك الأساسيات ممكن تحدي هذا الجزء من الفيديو بداية نبتشوف أنه من الـ architecture tab عندنا هنا الـ room والـ area عندنا الـ room و room separator والـ tag room كلها بنتكلم عنها بالتفصيل لما نجي نسوي place لـ room private لازم يكون عندنا مساحة تكون مساحة مغلقة عشان يعطينا معلومات المساحة هذه الغرفة هذه لكن لما نجي نضغط على RM أو نختار من هنا room ونجي نسوي لها place بنشوف أنه ما رح يقبل يحط لنا الـ room وأيضاً لو كان عندنا مثلاً مساحة مرسوم مثلاً عندنا 3 walls لكن من جهة واحدة مفتوحة أيضاً ما رح يقبل لازم تكون مكان مغلق فنبدأ نرسم wall نضغط على Escape أو من الماوس نختار على Cancel بعدها نبدأ نرسم wall نضغط على WA اللي هو اختصار الـ walls of private أو الـ wall command أو أنه نروح من الـ architecture نختار wall من الأفضل أنه طبعاً نتعلم على الاختصارات نرسم غرفة مثلاً بهذا الشكل ونبدأ نحط عليها room نضغط على RM اختصار الـ room عندنا الآن هذه المعلومات المهمة اللي بنتكلم عليها أو الأوامر المهمة عندنا place rooms automatically لما يكون عندنا مجموعة من الغرف ونبغى نسوي لها كلها تاق بضغطة زر نختار هذا الاختيار بيحط لنا room وroom tags على كل الغرف خلونا مثلاً نبني غرفة ثانية ونرسم غرفة ثانية ونشوف كيف يكون شكلها مثلاً ناخذ الـ wall ونرسم من هنا بعدها شكل نضغط على RM مرة ثانية وبعدها نختار هذا الاختيار place rooms automatically بنشوف أنه حط لنا الغرفة الأولى والثانية بضغطة زر ويكون حط لنا room وroom tag وطبعاً لازم نعرف أنه room تختلف عن room tag يعني هم عنصرين مختلفين عن بعض ورح نعرف الفرق بينهم لما نضغط على room أيضاً عندنا هذا الاختيار اللي هو highlight boundaries لو ضغطنا عليه بيحدد لنا boundaries بين الغرف عشان كذلك لازم نتأكد أنها تكون مغلقة لو نحاول نحط room وما احنا قدرين ممكن نستخدم هذا الاختيار بحيث أنه نتأكد أنه يكون عندنا مغلق من كل الاتجاهات وأيضاً فيه اختيار ثاني نضغط على ctrl z لما نجي نحط room نضغط على RM ونختارها من هنا فيه عندنا هنا الاختيار هذا tag placement ممكن نشيل التاك أنه نحنا ما نبغى التاك نبغى الروم بس هذا مثلاً نبغى نسوي كل المساحات في جدول لكن ما نبغى التاكس بان عندنا في المخططات فنشيل هذا الاختيار بحيث أنه ما يبان عندنا نشيله من هنا أو نحطه فهذه المعلومات المهمة في الروم الروم سبريتر بنستخدمه لما يكون عندنا مثلاً open plan أو يكون عندنا مثلاً جزء يكون open plan مثلاً عندنا مكان استقبال ومكان انتظار ونبغى نحسب هذه المساحتين أو هذه غرفتين ونبغى نحط لهم tags بختلف لكن بنفس الوقت ما عندنا أول نستخدم الروم سبريتر الآن ما يفرق احنا نبدأ في الروم أو الروم سبريتر أول يعني لما عندنا نختار الروم وحطينا الروم بهذا المكان نحط مع التاك نبغى على ctrl z نختار الروم مرة ثانية نخلي التاك أون وبعدها نحط المكان الآن لو جينا حبينا نقسم هذا المكان المساحتين أو ثلاث أقسام نبغى على الروم سبريتر ونرسم مثلاً هنا صارت هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء لكن هي open plan ونحن ما نرسمه فاستخدمنا الروم سبريتر الآن لما نجي نشوف أنه حط لنا الغرفة بهذا الشكل بالنص الآن نقدر طبعاً نضيف هنا روم ونضيف هنا روم نضغط على rn ونضيفها من هنا اضفتها مرتين هذي الأولى نضغط هنا وأضاف لنا في الثانية فصارت عندنا ثلاث قرف ومكان واحد مفتوح لو حبينا نشيل السبريتر يكون ما هم بيّن عندنا في البلان كبريزنتيشن طبعاً بكل سهولة نقدر نحدد على واحد منهم ونختار في الماوس رايت كليك ونختار هايد انفيو ممكن نسوي هايد كألمنت لو احنا نبغى نخفي واحد منهم بس أو نختار الكاتيجوري فبيشيلهم كل الانواع يعني أو الصنف كامل لو ضغطنا على الكاتيجوري بيسوي له هايد كامل طبعاً لو تبغى ترجع من أي وقت تجي للهدر في الألمنت من هنا وتختاره تضغط عليه ونختار انهايد كاتيجوري فبيسوي له انهايد ورجعنا فهذه كانت المعلومات المهمة أيضاً في الروم سبريتر بعدها عندنا الروم تاق احنا قلنا في البداية انه لو جينا حذفنا مثلاً هذه الغرفة تماماً وحطينا الروم مرة ثانية وبعدها شلنا التاق ما نبغى يكون فيه تاق لو غيرت رأيك وتبغى تسوي بليس للتاق فتجي تضغط على التاق وتحط لهذا الغرفة تاق بهذا الشكل فصارت عندنا الغرفة الأولى والثانية والثاثة بس هو لأننا حذفناها وما حذفنا الروم فحط هذه أربعة بس نقدر طبعاً نسميها نضغط عليها ونخليها اثنين فهذه هي الأول الأساسيات المهمة اللي نبغى نعرفها احنا قلنا طبعاً في البداية انه احنا عندنا الروم والروم تاق وهما انصرين مختلفات عن بعض لأن الروم تعتبر من المودل أما التاق بيعتبر جزء من الانوتيشن والانوتيشن هي 2D ألمانت فرامات خلونا نشوف هذه المعلومة بالتطبيق العملي إما نضغط على الـ VV أو VG كاختصار أو ندخل من هنا من الـ Properties ننزل ليه الـ Visibility Graphic ونضغط على Edit لما نروح للمودل بنشوف ان الروم موجودة هنا نضغط على الـ R عشان يزل لنا بسرعة بنشوف ان الـ Rooms موجودة من هنا يعتبرها كمودل كأنها Wall كأنها Furniture كأنها Floor لكن التاق بيعتبرها من الانوتيشن اللي هي 2D Elements لما نضغط أيضاً على الـ R عشان يزل لنا بسرعة للـ Room Tag بنشوف انها موجودة هنا فمن المهم نعرف انه احنا بنشتغل على مودل ولا احنا بنشتغل على Annotation وإيضاً الآن لما نبدأ نبني الـ Family بنشوف انها جداً هذه المعلومة مهمة علشان نوصل لـ Family التمبلت الصحيح نضغط من هنا على Cancel بعدها الآن اللي نبغى نتكلم عليه Dimensions احنا لما يكون عندنا Dimensions المؤقتة بنشوف انها جاية من Center Wall لكن لما نضغط على Dimensions الثانية في رفت اللي هو الـ Dimensions العادي نضغط على Di للـ Dimensions أو ان نروح نختارها من هنا نضغط على Escape أو نختارها من هنا لو ما هي موجودة عندك هنا اضغط على السهم وحط عليها صح من هنا بتظهر لك بث الأعلى وإيضاً ممكن تجيبها من قائمة Annotate بتكون موجودة عندنا من هنا Dimensions نبغاها من نبغاها من للفيس بتكون عندنا هنا من الفيس للفيس طبعاً temporary dimension أو Dimensions المؤقتة لما تكون عندنا بهذا الشكل ممكن نسحبها عشان مثلاً نبغاها من الفيس للفيس لكن لو نحن نبغاها دائماً تجينا من مكان معين نقدر نتحكم فيها من Settings وإعدادها يعني خطوة جداً بسيطة أني نروح القائمة Manage وبعدها ننزل Additional settings وننزل من هنا Dimensions المؤقتة بعدها نختار من هنا الفيس فيكون الآن لما نجي نختارها بيكون على طول جاب لنا إياها من الفيس نختارها مثلاً من هنا جاب لنا إياها من الفيس الداخلي للفيس من هنا فلو كان هذا الأختيار يهمك ممكن تستفيد من هذه المعلومة الآن بنحدف كل اللي إحنا سويناه ونبدأ من جديد نرسم روم ونبدأ نسوي الفاميلي اللي هي موضوع درس اليوم نرسم في البداية وال نرسم غرفة مثلاً بسيطة عشان لما نجي نجيب الروم تاغ نكون نحطها على هذه الغرفة صغرها شوي مثلاً بهذا الشكل الآن نبدأ بإنشاء التاغ بأنه نروح لقائمة فايل وبعدها نختار نيوم وطبعاً نبدأ فاميلي نختارها من هنا بعدها الآن بندخل على الانجليش تامبلت اللي هو المترك الآن اللي قلنا أنه هي معلومة مهمة أنه نعرف أنها من الآن وتيشت لأنه نقدر نوصل لها على طول من الانوتيش لو دورت هنا مترك روم تاغ ما رح تلقى لازم تدخل على الانوتيش وبعدها بتكون موجودة عندنا هنا نضغط عليها ونضغط على فكذا بدأنا بتمبلت صح وهذا الشيء بيسهل علينا طبعاً ويكون طريقتنا بالإنشاء صحيحة بيكون عندنا هذا الفاميلي طبعاً تمبلت فرفت فنبدأ نضغط على من التكست عندنا هنا لابل نضغط عليها ونضغط على النص عندنا هنا مجموعة من الاختيارات اللي لقدم نضيفها نضيفها من هذا السهم الأخضر فمثلاً من البداية بنشوف أنه إحنا عندنا مثلاً نبغى اسم الغرفة النين نحطه في البداية بعدها نبغى رقم الغرفة نحطه لو أي شيء حطيته وما تبغى مثلاً نحطينا هذا الاختيار وما نبغى بس نضغط على السهم الأحمر للريموف أنه يشيلها من هنا حطينا الاسم والرقم لكن لو جينا شفنا هنا ما رح يكون عندنا لا لينكث ولا ودث فهذه الأشياء بتعتبر فورميلاز ونضيفها بأن نضغط على الف اكس هنا المكتوب عليها لما شفت add calculated , parameter to label في نضغط عليها عندنا الاسم نسميها لينكث ومن التايب نغير النمبر نخليها لينكث بعدها ندل الفورميلة الفورميلة من وين نلقاها طبعا لو أنت بحثت بجوجل كتبت formula for revatrum length and width بتلقاها لكن أنا بحطها لك في وصف الفيديو بتكون هذه الفورميلة هي طويلة بس أنت ما يحتاج أنك تحفظها ولا شي بس أنك مجرد تنسخها copy أو control c بعدها نرجع لرفت ونحط الفورميلة هنا ونضغط على ok نتأكد أننا حطيناها كاملة نضغط على ok الحين نخلصنا length نبغى نسوي width نفس الطريقة نضغط على fx ومن هنا نسميها ومن type نغيرها نخليها length بعدها الفورميلة الفورميلة ممكن نسويها copy نفس الشي أو أن نختار من هنا نضغط على الثلاثة نقاط ونضغط على area ok نختار divide by ونختار مرة ثانية length ونضغط على ok فبعدها نضغط على ok فهنا كذا أنشأنا البرامتر المهمة الآن بنزوي ok ونشوف ايش يصر معنا لما نضغط على ok بنشوف أنه كتبها جنب بعض عندنا name اللي هو اسم الغرفة بيكون جنبها الرقم بيكون جنبها الطول والعرض طبعا نحن ما نبغاها تكون بهذا الشكل نبغا كل واحدة تكون بسطر أو apply منفصل فنضغط عليها نضغط الآن إما أني نضغط على edit label من هنا أو أني نضغط من هنا ما تفرق الأول أني بنضغط على break من هنا بين الاسم والرقم لكن length والwidth نبغاهم بنفس المكان الآن بنضغط على ok بنشوف أني سوال لديهم بهذا الشكل أيضا شي نبغا نسوي نبغا نحط x بين length والwidth فنضغط على edit مرة ثانية ومن هنا نقدر move up مثلا صار للwidth أول بعدها من هنا من suffix نضغط على x فكتب لنا إياها الآن ممكن نخلي هذا بنفس المكان أو ننزوي space من هنا عشان لو ضغطنا على ok خلنا ريكم إياها صار تلاسق فيها نضغط على edit مرة ثانية بس بالspace ور نخليها space ومن هنا نخليها واحد ما نخليها zero ولو كانت zero بتكون last فيها لكن نخلي space بس واحد بينهم فنضغط على ok فهذا صار شكل الroom tag نخليها بالنص عشان تكون في center الآن في معلومة أيضا مهمة نضغط على edit label الآن length و width بيحط لنا إياهم أي unit بيحطهم بحسب unit project نفسه لكن لو أنت ما تبغى كذا يعني لو مثلا نضغط على width أو link وبعدها ننزل إلى تحت هنا عندنا edit parameter unit format لو ضغطنا على هذا الاختيار بدخلنا على الفرمات تعرف لما تغير unit تضغط على un أو تروح ل manage و تغير project unit بيكون عندك هذا الformat هنا بيحطوط صح على طول على use project setting لو أنت ما تبغى تستخدم project setting مثلا أنت رسم بال meter وتبغى تكون تبين لك dimension بال centimeter بكل سهولة تشيل الصح من هنا وتغير الوحدة تختارها مثلا تبغاها centi تبغاها mlli اللي تبغى وبعدها الrounding ممكن تغير هل يقرب لك ولا لا فهذه الاختيارات تتحكم فيها من هنا أنا حاليا بختار use project setting بس أنت تقدر تتحكم بهذه الاختيارات من هنا ونضغط على ok ونضغط على ok فهذا بكل سهولة الخطوات الآن نسوي لها save نضغط ممكن نسوي لها save وتخليها مع الرفitta families أو أنك توي لها save بمكان أنت محدد كل الـ families اللي اللي تبنيها لها تكون custom families مثلا room tags with نكون اسمها نفس الاسم اللي بكون عندنا في project نختار load into project بعد ما سوينا لها load لل project نضغط على RM اختصار room ونختار ها نضغط بس على tag on placement عشان يعطينا المعلومات وصارت موجودة عندي هنا اللي وجينا شفنا من properties بيكون عندنا هذي default الأنواع الثلاثة وعندنا هذي اللي احنا انشأناها نجي نحطها داخل الغرفة صارت عندي place بهذا الشكل والشي الأحلى الآن لما نجي ونغير مقاسات الغرفة بتكون تغير معنا الأرقام مباشرة لأنها اكيد بتكون reflection للمقاسات الحقيقية وغيرنا dimensions المؤقتة عشان نشوف ونغير بالضبط انها نفس dimension الآن بنشوف كيف نغير معلومات طبعا ممكن نغير معلومة اللي هو اسم الغرفة ورقمها لكن ما راح نقدر نغير dimension لأنه زي ما قلنا هي انعكاس للمقاسات الحقيقية لما نجي نضغط على tag نفسه more room tag نضغط عليها عشان نغير المعلومات من هنا بيكون عندنا هذه البرامتر فمن هنا نقدر نغير اسم الغرفة نغير ها اي اسم مثلا نكتب hole ومن هنا رقم الغرفة نغير ها الرقم واحد ممكن يجيب لنا error لأنه نحن سوينا كذا غرفة من اول وسوينا تراجع حذفنا نضغط عليها ok مثلا نخليها خمسة نضغط على ok فكذا غيرنا المعلومات وفي مكان ثاني ممكن نغير في المعلومات اننا ما نحدد على البروبراتيز من هنا ونضيف المعلومات من هنا نغير نغير اي اسم نبغاها مثلا نسميها bedroom وبعدها نضغط على apply ونغير رقم الغرفة من هنا الآن بالنسبة لل presentation لو حبينا نغير الخط او حبينا يكون italic او حبينا نغير اللون او لو احنا شيفين الان انها هي الخلفية ما هي شفافة ولو حطينا material بيبام معنا اكثر كيف نتحكم بهذه الاعدادات بس ال graphics بكل سهولة نرجع لل family اما نضغط على double click او لو كانت لسه ما سكرنا هندخل عليها نحدد عليها ونضغط على edit من هنا edit type ومن هنا نتحكم فيها نقدر من هنا نغير background انه يكون transparent ونغير text لو نبغى نوع خط ثاني كل انواع الخطوط متوفرة هنا نختار اي نوع خط نبغى نغير مقاس text اكبر اصغر لو كانت بلان عندك صغيرة ممكن تبغى تصغر شوي المقاس وايضا ممكن نبغى هل هو bold ولا لا طبعا ما رح تشوف اي تغيير تسوي الا لما تضغط على apply مثلا نبغى bold لو نبغى italic نبغى underline نحدد هذه الاختيارات ونضغط على apply نشوف شكلها لو احنا نبغى ها كذا او نتراجع ممكن نخلي بس bold نضغط على ok بعدها نختار load into project بسوي لها update فهذه بكل سهولة طريقة التحكم في room tags private والهي نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اتمنى يكون استفدتوا المعلومات سهلة وواضحة وبسيطة لو عجبك الفيديو استفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة في المستقبل اشعرني بالضغط على زر اللايك ولو تحب تتعلم اكثر عن التصميم وبرامج التصميم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة بينزل فيديو كل التوفيق والسداد نلتقي في فيديو الاسبوع القادم في امان الله